احنا يعني لو قلنا ان احنا عايزين ابننا يطلع الى حد ما مسؤول يعني طفل مسؤول الى حد ما مش ماشي كده معتمد علينا 100% ايه المهام اللي ممكن نديهاله في سن صغير بحيث تخليه مسؤول وفي نفس الوقت عايش طفلته وطفل سليم محتاجين نبتدي بالمهام اللي علاقة بيه هو يعني هو مثلا يبقى يبتدي يتعلم ازاي ياخد باله من الحاجات مسؤولياته بالضبط الدراسية مسؤولياته في المدرسة زي لما يلعب يشيل لعبه يعني حاجات بتاعته هو الاول وبعدين ممكن يكون في بعض المسؤوليات المشتركة كفاملي كلنا مع بعض عايشين في البيت ده فحد مثلا بيطلع الكياس بتاعت السوبرماركت حد مش عارفة بيفضي ايه يعني ده بقى مسؤوليات متوزعة مش مسؤولية على عاطقه انما شيرين او مشاركة مع العيلة طب حيث ذكرتي حاجة دلوقتي مريبة جدا انا قلت ان فيه اطفال بيبقوا شايلين اهليهم او مراهقين شايلين اهليهم وعكسين الادوار فقللنا ايه الدرر اللي بينعكس على المراهق او الطفل لو تحط في الخينة دي ان هو اللي شايل اهله مش هما اللي شايل او هو اللي متحمل مسؤوليتهم زي ما حيك قلت دي حاجة اولا بتضرب احساسه بالامان لانه الانسان عشان يكبر حاسس بالامان محتاج في سنينه الاولانية انه يبقى حاسس ان فيه كارجيفر فيه حد بياخد باله منه فلما بيحس انه مفيش الحد ده ويبقى مضطر هو اللي يقوم بالدور ده وهو لسه صغير بيفضل بقية حياته حاسس بعدم امان حاسس انه لازم يبقى على طول ان كنترول مش عارف يسق اوي في جودة العلاقات الانسانية بينه وبين الاخرين ده بيأثر بعد كده على علاقاته بقى سواء مع البرتنر بتاعه لما يتجوز سواء حتى في علاقاته مع اصدقائه ما بيعرفش فكرة الريسيبراسيتي او هاتو خود او ان احنا ويشار هو بيبقى دايما متحمل انه هو مسؤول عن الاخرين وساعات كتير بيبقى ناسي انه هو مسؤول عن نفسه بالمقام الاول فدي حاجة يعني بتلخبط في مفاهيم الانسان بعد كده في حياته في ممارساته في علاقاته وبتسبب له مشاكل كتير